قربت الساحة وانشق القمر طيب الله أنفسك دكتور بذكري محمد وآل محمد عليهم السلام اللهم صلي على محمد وآل محمد دكتور على غير العادة اليوم أحداث معك كتاب أخبرنا عنه ليسمع الناس كم نحن مغفلين وكم نحن غنم وكم نحن بقر والبقر يتشابه يقينا عند ذبحه ولكن يقول رسول الله فالطبرسي هذا الكتاب للطبرسي يقول في وصاياه لعلي بن أبي طالب يا علي من منع قيراطا من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة له أعيدها يا علي من منع قيراطا من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرام له يا علي تارك الزكاة يسأل الرجع إلى الدنيا وذلك قول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعني كي أعمل صالحا هذا قول الطبرسي نقله من وصايا رسول الله لعلي بن أبي طالب يقينا من منع الزكاة نصب نفسه رب لكم لأن علي يصيه رسول الله من لم يؤخذ بوصايا علي بن أبي طالب يعني وصايا علي بن أبي طالب عليه السلام لرسول الله شنو أليس حج عليكم والقرآن قلنا القرآن فسرتو على كيفكم هسا علي يصيه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين بهذه الوصية العظيمة من هو المسؤول الذي منع الزكاة وجعل الخمس بديلا عن الزكاة هل يصير صلاة الصبح بديلا عن العصر وصلاة العصر بديلا عن المغرب يقينا هناك شيئا عظيما أرادوا به أن يلغون أعكام الله وشريعته المقدسة لا لشيء إلا لحياة دنيوية إذا خفتم يصيبكم الفقر فالله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا هذا دليل إنكم ليس موقنين دليل ليس مؤمنين دليل ليس عندكم إيمانا ولا يقين بالله فمن عنده إيمان بالله يعلم إن رزقه واصل إليه ولا يخاف إذا مر به شنو فقر أو مر به جوع ومن يتق الله يجعل ليس قول الله فاصل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الله أكبر جاء إذا أنت خائف خافا ما تطط طلابك خافا ما هاي هاي مقضية طلاب هاي قضية تآمر على الدين وتدميره هذا أحكام يا علي من لا يزكي لا صلاة له ولا صيام ويموت كافرا من هو يتحمل كفر الناس من هو يتحمل كفر الناس يتحمل كفر الناس الذي سكت على فلسطين حين محتلت ولم يعطي الجهاد على القتال لتحريرها لما وصلنا إلى هذا الحد من سكت جعل آل سعود يتمكنون من بيت الله ويجعلونه أسيرا عندهم من سكت جعل اليمنيين يقتلون ويذبحون ولا تسمع له همسا ولا صوتا كأنه لا يعنيه الأمر جملة وتفصيلا ومن سكت بالألفين وستة عن حزب الله وهو يذبح يقينا لا يعير للدين شيء فمن نام ولم يهمه أمر المسلمين ليس منهم هذا قول رسول الله ورسول الله يوحى إليه لو يهجر إذا يهجر القضية ويا الربع ومنتهيه وإذا وحي يوحى إليه لماذا لم نلتزم بوصايا رسول الله يا شيعة لماذا لم نلتزم ما هو التبرير حديث عن حديث عن حديث أليس القرآن ليس فيه اجتهاد في النص ولا يلغي الحديث الآية القرآني أو النص لو كان محمدا لا يستطيع أن يلغي النص القرآني لأن القرآن ماذا يقول لمحمد ماذا يقول صلوات الله عليه أنت ليس عليهم بوكيل الله أكبر يعني يقول لعيسى بن مريم يقول لأنت أنت قلت تعبدوني من دون الله يعني ما ممكن هذا قرار يقول لأ الله إذا قرار الله محمد ما هو إلا عبد أيقنا إن الله يستعقل